بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة النهاردة بالتأكيد هيكون فيها تفاصيل جديدة وموضوعات هامة جدا وبالأمس كنا طرحنا عدة قضايا والحمد لله يمكن عملت ردود فعلي إيجابية وكل كلمة قلناها مبارح في كذا قضية سواء على مباراة الترجي على مباراة مازينبي على تقنية الفار على موضوع المخرج على استعادات الأهلي لمباراة الدوري كل حاجة تكلمنا فيها مبارح كانت مثار حديث كل الناس وكان فيه جدل كبير جدا تحديدا فيه قضيتين مباراة الترجي باستعادات الترجي الغيابات الأبرز العناصر وكمان موضوع الفار ومخرج المباراة وعشان احنا دايما بيبقى لنا الصبق في عدة ملفات مهمة جدا وحرصنا دايما لان احنا نوصل للناس المعلومة الحقيقية نهاردة احنا عندنا مستندات وموضوعات مهمة جدا الهدف منها ان احنا نقدم مادة اعلامية تبقى فيها استفادة لكل جماهير الكرة المصرية والعربية بشكل عام وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص اما الناس اللي مرتدي او اللي بيحبوا يعملوا تريند او بيعملوا شو او الجودة مش في دماغنا ومش في بلنا وكده كده اصلا الكلام معاهم مش هيقدم ولا يأخر لان هم خلاص شغالين باستنبع واحدة لا فاهمين ولا عارفين ولا اصلا لعبوا كورة ولا لهم تاريخ في الكورة لكن النهاردة انا كل اللي يهمني المشاهد اللي بيتفرج وبيتابع لازم نقدم له مادة مهمة جدا لازم يشوف الفار بيشتغل ازاي تقنيات الفار في البطولات الافريقية معاييرها ايه متطلباتها ايه بيستخدموها ازاي الادوات بتختلف من بطولة لبطولة ولا لأ كلام النهاردة بتعرض لأول مرة وجديد عشان حضراتكم بس مش عشان حد تاني لان مهم جدا الجماهير المصرية وجماهير الكورة تحديدا تبقى عارفة التفاصيل اللي زي دي طبعا للأسف الوسط الاعلامي بشكل عام كمية التفاهات كتيرة لكن احنا دايما بنبقى حرصين من خلال شاشة النادي الاهلي نبقى لينا شكل موضوعي وشكل مهني عشان في النهاية بيهمنا المشاهد اللي بيتابعنا لازم يبقى عارف كل التفاصيل ويكون فيه ثقافة مهمة جدا في مسألة التقنيات وفي موضوع الفارو وفي موضوع مباراة افريقيا واحنا داخلين على معترك مباراة صعبة جدا نهاية دور الابطال مش محتاجين فيه كلام كتير لان الفترة اللي جاية هتلاقي فيه ناس كتيرة جدا برا المشهد بتحول تحط نفسها في المشهد وتخترح حكايات من لا شيء فالنهاردة هيبقى القول الفصل ونقفل الملف ده عشان بعد كده محدش يطلع بأي افتكاسة بلغة التريند والسوشيال ميديا في الفترة اللي جاية حالة فاكة وليس مهمة ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة عايزة عرف رأي حضراتكم في مشوار الاهلي في دور ابطال افريقيا هذا العام من اول الدور اللي 32 الدور التمهيدي اللي الثاني حتى الوصول الى المباراة النهائية ومن وجهة نظركم افضل مباراة للاهلي طيلة هذا المشوار سواء في ادوار التمهيدية في دور المجموعات السيمي فاينال الربع النهائي ماشتات كتيرة اكيد كل واحد من وجهة تتظروا ليه مباراة يدخل ويشارك معنا في الاجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا واستعرض كل ده باذن الله في الجزء الاخير من برنامج التريند لكن نروح بسرعة لاهم العنوان البداية في تريند الاهلي الفريق راحة من التدريبات اليوم ويستأنف تدريباته غدا كمان الاهلي يدخل معسقرا مغلقا في الاسكندرية السلساء وفي التريند العالمي مشدد صلاح وكلوب حديث العالم كمان النهاردة هنطمنكم على أبرز اللاعبين العائدين للمباراة الرسمية بعد خلو قيمة الإصابات من أي لاعب بشكل رسمي ونهائي عقب مباراة مازين بلقاء الاسماعيلي نقدر دولي الاهلي كامل العدد عند تفاصيل كمان عن المباراة الودية اللي أقيمت بالأمس بالمجموعة من لاعب قطاع الناشئين مع الفريق أو الحالة فيها تفاصيل كتيرة جدا ولكن نروح بسرعة لاستعراض مباراة اليوم والنهاردة في جولة جديدة من الاسبوع التسعة عشر واستئناف جولة الاسبوع التسعة عشر ومنذ قليل في حوالي الساعة الرابعة انتهى الشوت الأول بين المصر والدخلية بالتعادل السلبي صفر صفر الساعة سبعة على استاذ الجبل الأخضر ملعب المؤولين العرب فريق المؤولين هيصديف فريق سموح دي مباراة الدور المصر النهاردة إياب الدور نصف النهائي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية الساعة سبعة نادي الزمالك هيلعب خارج أرضه على ملعب ببيارة في كماسي مع درينز الغاني لقاء الزهاب انتهى بالتعادل السلبي الساعة عشرة نهضة بركان هيصديف اتحاد العاصمة الجزائري ومباراة فيها كواليس ومشاكل كثيرة ولقاء الزهاب تبقى لقرار الاتحاد الإفريقي انتهى بفوز نهضة بركان 3-0 لعدم إقامة المباراة للظروف نتيجة عدم تواجد الأدوات الخاصة بالفريق المغرب نروح للدور الإنجليزي والساعة أربعة الشوت الأول انتهى بتقدم بورنوموس على برايتون بهدف مقابل لشيء أرسنال متقدم على توتنهام هوتسبير 3-0 أرسنال ماشي بخطوات تسابتة جدا في صدارة الدور الإنجليزي دلوقتي يبقى 8 نقطة من 35 مباراة 6.5 ماتشو مهم جدا منشستر سيتي هينزل دايفا سقيلا على روتينجهام فورست سيتي عنده 76 نقطة من 33 مباراة لازم يكسب المباراتين بينه بن أرسن المباراتين لو كسبهم هيعدي أرسن البنوتوتين ليفربول طبعا بعد بعد مبارات بارح بقى لسه ليفربول 75 نقطة بعد عن المنافسة وهنا خلاص فيه آخر 3 أسابيع من الدور الإنجليزي نروح للدور الإسباني وفي المباراة انتهت ظهر اليوم بين قادش وريال ما يركب التعادل الإيجابي 1-1 غيرناتا مع أساسونا الساعة 5 ورب فيا ريال مع راي فاليكانو 7 ونص الساعة 10 الريال بيتيس مع إشبيلية الدور الإيطالي الساعة 1 ونص الدور النهاردة كان فيه مباراة بين إنتر ميلا مع ترينو وإنتر ميلا كسب 2-0 الشوت الأول انتهى منذ قليل بخسارة أو تأخر بلونيا 0-1 أمام أدونيزي الساعة 7 أتالانتا يلعب إمبولي أيضا في نفس التوقيت 7 نابولي هيستضيف روما ديربي مباراة قوية جدا وصعبة جدا وفي العشرة إلى ربع فرونتينا هيستضيف فالساسولو دي أبرز مباريات اليوم أعتقد يوم حافل بيئة المباريات الهمة سواء محليا أو قريا أو حتى في الدوريات الخامس الكبرى فاصل ثم نواصل تصحى النهاردة كده تلاقي الدنيا هادية والموضوع هصه هصه ومحدش جاي بصيرة عن كل الهري اللي كان بيتقال من بعد مطش الأهل ومازنبي طبعا على طول كان فيه رمونتادة وكان فيه رد فعل كبير من عندنا هنا في قناة الأهل وكان فيه ردود على كل الكلام اللي تقال عاقب صافرة الحاكم الكيني في مباراة الأهل ومازنبي واللي طلع هتكلم بعد مباراة الأهل ومازنبي الأمر أساسا المفروض يعني يعني لا يعني في شيء لو هتتكلم بقى بالمتابعة أو بالتحليل أو بالانتماء مباراة الأهل ومازنبي لا تعني شيء للأشخاص الذين تحدثوا وظهروا عاقب نهاية المباراة في أمور كلها كان فيها أخطاء فادحة عن قصد أو بدون قصد ده بشكل عام وأنا دايما ما بحبش أذكر أسماء هؤلاء الأشخاص لأنه هم دايما حبين أنه هم يكونوا حالة وتتقال أسماءهم في البرامج سواء على سبيل الجد أو حتى على سبيل السخرية هم بيحبوا الجو ده وبيحبوا جدا الشو والطريقة دي والغريب أنه هم يعني الأول كانوا واحد بعد كده بقوا اتنين دلوقتي بقوا تلاتة ما في ناس شايفة أنه ممكن أكل العيش بيجي بالطريقة دي في ناس شايفة أن التحليل الموضوعي ما بيأكلش عيش في ناس شايفة أن الإعلام دلوقتي أو التحليل أو الحديث في الأمور العامة أصبح التفاهات فيها هي اللي بتسمع بشكل كويس فكان واحد الأول بيتكلم بطريقة يعني الكل كان بيتحك عليه فبعد كده بقوا اتنين بقوا تلاتة بقوا خمسة بقوا في مكان واتنين وثلاتة ويطلعوا في مكان وبعد كده مكان تاني يجيبهم ويديهم مرتبات وفلوس أعلى عشان يعملوا نفس الشو ده في نفس المكان اللي كانوا بيعملوا في المكان الأولاني مصرحية والله العظيم مصرحية هزلية بنتفرج عليها بأن أكتر من سنتين تلاتة يعني بكلم مثلا آخر أربع خمس سنين الموضوع بيزداد يوم عن التاني والمشاكل بقت كتير والمادة الإعلامية اللي بتتقدم سواء للقراء أو للمستمعين أو للمشاهدين بقت وصلت لمرحلة أن الناس بقت تتكلم في التفاهات أكتر ما بقت تتكلم في الأمور المهمة اللي ممكن تفيد الفرق أو تفيد الأندية أو تفيد المنتخبات أو حتى تفيد الشارع الرياضي في مصر عشان كده لما بتخش على القضية في ملف قر كبير أو دول كبير بتلاقي الإعلام هنا عنده مشكلة مش قادر يجاري الإعلام اللي بره لأن بره فيه موضوعية بره ما فيش تريند بره ما فيش سوشيال ميديا زي اللي موجودة هنا بطش مازمبي والأهل انتهى أنك تسمع أو تقرأ حاجة لمسؤول في نادي مازمبي على المباراة أبدا ادخل على أكاونت على منصة X لفريق تي بي مازمبي الناس بتتكلم وكادمة تقرير المباراة بشكل فني جميل جدا ما فيش أي مشاكل ما فيش أي حاجة هو تصريح تقال للمدرب السنغالي لفريق مازمبي بينتقد التحكيم وده بيحصل في مرشات كتيرة جدا لكن هل فريق مازمبي لغاية اللحظة دي بيتكلم على الفار والمباراة والمخرج لا دي طلع من مصر زي ما طلعت من مصر من حوالي 6 سنين لقطة برضو عملت مشاكل للأهل في تونس وبيلعب الترجي التونسي عشان كده احنا المرات دي واخدين الموضوع عن محمل الجد مساكتين عليه وامبارح انا اتكلمت في الموضوع ده واتكلمت على قصة الإخراج التليفزيوني والناس اللي قاعدت تقول محمد نصر هو مخرج المباراة وانا قلت له مبارحة يا جماعة والله محمد نصر ما كانش مخرج المباراة وقاعدت تقول لك قص المخرج هو اللي حرك الفار وهو اللي قال للفار وقاعدوا يفتكس ويقولوا كلام واحد قاعد على كنبة في بيت بيفتكس بكلمتين بيطلع على السوشيال ميديا بفيديو هو اساسا غير مؤهل ان يمسك تليفون مش مؤهل بس ان يتكلم مع الناس ده غير مؤهل ان يمسك تليفون بكاميرا مش يتكلم مع الناس وواحد تاني برضو ما تعرفش طالع من عربيته ولا طالع منين بيقول اي كلام فأي كلام تاريخه ايه والله ما تعرفه باكليفت كان بيلعب فين والله ما شفته قبل كده في حتة لا ليه تاريخ في الاهل ولا ليه تاريخ في نادي تاني ولا ليه تاريخ في اي حتة ما عندهمش فكرة عن الكورة بس خلاص الحتة دي بتأكل عيش الحتة دي بتتطلب في أماكن كتيرة وخلاص بقى دلوقتي العطع على السوشيال ميديا كل كلمة قلناها مبارح في موضوع الفار وفي موضوع الاخراج اتقرر مبارح بالليل لما مخرج المباراة اللي طلع وتكلم في كل البرامج مخرج يشام عبدالوضود قال نفس الكلام اللي اللي قلته مبارح المخرج مالوش علاقة المخرج برا المشهد الفارلي أدوات تانية الفارلي قصة تانية بس النهاردة ودي بقى الحاجة التانية اللي عايز أتكلم عليها ودي حاجة مهمة جدا دورنا لازم نوعي الناس ونعرف الناس الحقيقة فيه ودورنا اللي احنا النهاردة واحنا على اعتاب نهائي دور الأبطال نحط كده خط او خط ايه ميت خط عشان الاسبوعين ثلاثة اللي جايين من دلوقتي اي كلام هيتقالي باحنا قفلنا بدري اي كلام الناس هتصدروا للسوشيال ميديا في موضوع الفارقة والتحكيم بنتكلم فيه من بدري ممكن نتكلم عن اخطاء تحكيمية شايفنا في الملعب كحاكم صفار لكن تخش في التقنيات وتحاول تخط تأثير لحد خارجي على التقنيات وتخش وتدخلنا في نظرية مؤامرة لا مش هنسمح بدأ أبدا احنا خلاص على اعتاب نهائي تاريخي مش هنسمح لوحد قاعد على كنبة ولا لوحد طالع مننا عربية بيبيتجو بيديئة بدقتين يصدر كلمتين يقلي بالدنيا ما محدش بيحاسب ما برضو محدش بيحاسب النهاردة أنا معايا أول حاجة للنهاردة أنا معايا حاجتين أول حاجة الكتاب المتعلق بتقنية الفار من خلال مجلس الاتحاد الدولي الايفاب فيه عناصر مهمة عايزة أقول لكم عليها وعراها زي ما مكتوبة كده في المادة 11 الفقرة الأولى العنوان رقم 3 الحد الأدنى لمتطلبات تجارب البث الحي في اختبارات الفار يجب التحكم في عملية المراجعة بالكامل من قبل منظم المسابقة اللي بيتحكم في تقنية الفار منظم المسابقة اللي هو مين ساعتها الحكام بتاع الاتحاد الافريقي ده رقم واحد خش على الحاجة التانية المرجعية من الكاميرا في غرفة الفار يجب أن تتمتع الغرفة بإمكانية الوصول المستقل المستقل إلى جميع لقطات البث وزوايا الكاميرا وإعادة التحكم فيها يجب أن تتمتع الغرفة بإمكانية الوصولة المستقل ده أساسيات الآيفاب يا جماعة ده أساسيات الآيفاب أي غرفة VAR في أي بطولة بتطبع الزار والآيفاب معتمدها لازم تكون الغرفة مستقلة في الوصول للكاميرات والإعادات المخرج بره سوا في الدور المصري في دور الأبطال في اليوريفة في دور أبطال أوروبا في بلاد الهلولولو يعني في أي مكان ده قانون ده قانون مش في دور الأبطال الأفريقية بس ده قانون حتى في الدورة المصري مباراة بيخرجها سين هل هي علاقة بالفار؟ لا مالوش علاقة وده يرجعني لجملة النهاردة عايزة اأكد عليها في مباراة الاهل والزمالك عشان ينزل لليتلك المخرج معادش كورد نتفيد فبالتالي الفار ما تدخلش عندي ريكم مفاجأة في الجزئية دي بناء على الكلام المكتوب في القانون الحاجة التانية بقولك ايه يجب ان تكون جميع لقطات الكاميرا المستخدمة لمراجعة الفار هي المتاحة لمنبع التلفزيون ايضا يعني الكاميرات اللي عندي اللي بتعرض هي لازم تكون متاحة للتلفزيون عشان لما اعرض عندي وعايز اود التلفزيون اللي انا اخترته عشان يعرضه للناس سواء في لقات التسلل قراء عدد خط المرمى قراء هدف صحيح ولا مصحيح فبالتالي التلفزيون لازم كمان اللي قططي تكون عنده عشان اقدر اصدرها له نظام الاين والقود في موضوع دخلة الكاميرات او العرض المادة نفسها سواء من غرفة الفار او حتى مع غرفة الاوبيفان اللي هي مع مخرج المباراة ده واحد طيب تعالوا بقى الحاجة تانية مهمة جدا ايه هي متطلبات الانتاج التلفزيوني في مسألة تقنية الفار في بطولات الاتحاد الافريقي هل بتختلف من بطولة لبطولة؟ اه تعالوا النهاردة نشوف المتطلبات اللي موجودة في الانتاج التلفزيوني لاستخدام كاميرات الفار البداية بكاس الكونفدرالية كام كاميرات فار هو الحد الادنى لاستخدامها خلال مباراة بطولة كاس الكونفدرالية على الشاشة هو خمس كاميرات حاجات دي بتتعرض لأول مرة على فكرة بس اضطرنا نصل للمرحلة دي عشان كمية القلش والهاري اللي بتقلل أسف من الناس اللي ما عندهاش فكرة عن الكورة خمس كاميرات في كاس الكونفدرالية ده الحد الادنى لاستخدام كاميرات الفار لو يتعامل كده معنا زوم إيهنا على الملعب هنبص هنشوف على الملعب بيقولك إيه الكافر بلان ده توزيئة الكاميرات على فكرة جماعة ده فورمات الاتحاد الافريقي ده فورمات الاتحاد الافريقي في استخدام تقنية الفار خمس كاميرات بتتوزع بالشكل ده على الملعب كم كاميرا؟ خمسة خمس كاميرات حد أدنى طيب نروح لدور الأبطال عشان ناس تعرف بس القيمة التسويقية لكل بطولة ازاي بتختلف من بطولة لبطولة؟ كم كاميرا؟ تمن كاميرات في دور الأبطال الحد الأدنى تمن كاميرات مش خمسة الكونفادرالية خمسة دور الأبطال تمانية نعمل زوم إيهنا على الملعب ونشوف الكافر بلان بخصوص توزيئة الكاميرات الميليموم تمن كاميرات في موضوع دور الأبطال ايه هم التمن كاميرات؟ بصوا على توزيئة الكاميرات أولاً اتنين من الكاميرا الرئيسية كاميرا على اليسار بارتفاع 16 متر كاميرا على اليمين بارتفاع 16 متر كاميرا خلف المرمى الأيصر كاميرا خلف المرمى مباشرة وفيه كاميرا خلف المرمى الأيمن وفيه كاميرا في مستوى خط الوسط اللي هي في وسط الملعب تحت على أرضية الملعب دول كم كاميرا؟ 8 كاميرات دي التوزيع بتاعته 8 كاميرات 8 كاميرات دول متوصلين بعربية الفار ومتوصلين بعربية التلفزيون وقت ما بيبقى فيه مراجعة للعبة فار مخرج المباراة بيخرج برها الإطار خالص والفار والإيه فار في العربية بتاعتهم معاهم أوبريتور بيقدر يعيد ويقطع ويتفرج ويقول للحكم تعال أنا عندي لعبة محتاجة مراجعة فيها شك تسلل فيها شك ركل الجزاء فيها شك تعدد خط المرمى فيها على حسب الحالة اللي موجودة مع حكم الفار طيب لما بتيجي تعيد اللقطات دي كلها من خلال الكاميرات دي هل المخرج بيقدر يتحكم؟ لا زي ما قلت مباراة المخرج قوت بره المشهد المخرج بيستنى وبيتفرج الفار هيعمل إيه؟ وساعتها بيبقى مخرج التلفزيون على العربية عنده بيبقى شايف إن اللعبة بتتعد كذا مرة بس ما يعرفش الفار بيقول إيه للحكم وما يعرفش المستند اللي الفار هيدي للحكم أني واحد لغاية لما بيوصلوا للنتيجة ما بين الفار وحكم المباراة وبعد ما بيوصلوا للنتيجة حكم الفار بيصدر الصورة اللي هو المستند زي ما بيقولوا عليها في الحالات التحكمية وبيديها للمخرج إعرضيه للسادة المشاهدين لأن الجمهور جزء من اللعبة فين بقى المخرج بدور المخرج؟ حد عارف الموضوع ده؟ لا حد عارف عدد الكاميرات في دور الأبطال أديه؟ تامن كاميرات حد أدنى لو سبع كاميرات الفار في مشكلة ما يتلعبش ما تتلعبش المباراة نفس الأمر هوا بصوا أهي اللي اتنين هوا معاكوا تويندو اللي على اللي مين؟ الكون فيدرالية واللي على الشمال دور الأبطال تقنية الفار في دور الأبطال بعدد الكاميرات أكتر عشان تقدر النتائج تكون أفضل لندي المسابقة الأهم دي المسابقة الأكبر دي المسابقة المؤهلة على مستوى الفيفا لكاس العالم للاندية ففيه اهتمام اكتر في موضوع التقنيات ده مهم ان يقوله للناس مش واحد يطلع في عربية ولا واحد قاعد في كنبة بيقول اي كلمتين ياخد علمه اي فلوس وفي الاخر في النهاية بيعملوا مشاكل وتعصوا ما بين الجماهير للأسف احنا وصلنا المرحلة ووصلوا بها لإعلام الرياضي المصري المرحلة صعبة جدا مع احترام الكامل لمين اللي بيطلع يتكلم سواء لعيب كرة سابق او حتى واحد ما عندوش فكرة عن الكرة او واحد عايزي بقى ترنده خلاص بيتقال كلام غلط عارفين لما تتطبع كمان تقنية النصف قالي كل الادوات دي مش هتبقى مع المخرج اساسا بقى ايه رأيكم تقنية النصف قالي لو اتطبقت المخرج ادوات التقنية مش عنده الشاشات اللي خاصة بيه نتيجة عرض او نتيجة الحالة في تقنية النصف قالي مش عند المخرج عند الفار بس كل ما على المخرج ان هو ياخد الحالة في نهاية طياردة للناس هو ده دور المخرج يا جماعة طيب نرجع بقى بما اننا اتكلمت على الحالات دي وشرحت لكم الكاميرات ما كانها فين فاكرين مباراة الاهل والزمالك لما تقالك كرة ندفد ما تعادتش والمخرج ما عادش اللعبة فبالتالي الفار ما تدخلش عشان تعرفوا الجهل وصل لأني مرحلة المخرج ما عادش بس الفار عاد اللعبة وشافها مرة واثنين وثلاثة بالكاميرات دي على فكرة بالكاميرات دي مع الشركة اللي بتطبق الفار في مصر هي نفس الشركة اللي بتطبق الفار لما دي جي تلعب مباراة افريقية في مصر نفس الشرك فنفس الادوات اه ممكن الكاف يزود يعني الكاف ممكن يجي في مرحلة معينة يزود في الادوات ويدفع تكاليف على ادوات اعلى عايز يطبق تقنية خط المرمى عايز يطبق تقنية النصف هو حر ولكن بالتقنيات دي حكم الفار في مطش الأهل وزمانك عادل لها بمرة واثنين وبلغ الكابتن إبراهيم نور الدين قال له مفيش حاجة مش معنى بقى إن المخرج معتش فالفار ما تدخلش غيروا الثقافة شوية اقروا اوصلوا للمستندات الرسمية دي عشان تقولوا للناس معلومة صحة بلاش تلعبوا أهل وزمالك مطش مازمبي والأهل لا يعني أي حد أنا مش أقول يعني أي حد من نادي منافس لا يعني أي حد ما بيشجعش الأهل إنه يتكلم فيها يا سيدي أنت شجعت مازمبي زعلت إن مازمبي خسر خلاص المطش خلص اقفل الصفحة بقى واسقط وبعدين اقفل الصفحة واسقط لماذا كان عندك مبارح نهائي كأس الكووس لأن ده الإفريقية لكرة اليد فينال زمانك وترجي شغلت الرأي العام كله بمبارات الأهل ومازمبي وحتى مركزتش مع فراك اللي بلعب فينال لا بس لازم نطلع نعمل بس مباشر مع العربية لازم نعمل بس مباشر من على كلبة الصالون لازم نعمل أي حاجة لازم نبقى ترند لازم نعمل أي مشاكل للأهلي لازم نصدر أي أزمة للأهلي وخلاص هو ده بقى القصة وهو ده بقى الهدف أعتقد موضوع الفارق اتقفل من هنا المطش الترجي أي كلام هيتقال تاني خلاص كده احنا وضحنا للناس الفارق بيعمل إيه الكاميرات قد إيه الكاف بيشتغل إزاي المخرج دوره إيه الموضوع اتقفل ومحدش يفتحه تالي لأن كفاية بقى بعد كده هتبقى القصة رايحة في إطار مش كويس خالص وفي ناس هتزعل بعد كده من اللي هيحصل ده واحد اتنين في إطار برضو إن الدنيا النهاردة هادية والموضوع هصه هصه ومحدش بيتكلم في حاجة قصة محمد عبد المنعم وعمر السلية اتقفلت وقتلت بحسن مبارح والردود برضو اللي احنا قلناها واللي تقالت مبارح بالليل أعتقد يعني خلت الناس سكتت بعد ما الناس حابت تعمل مشكلة للسلية تعمل مشكلة لمحمد عبد المنعم مبارح منعم على فكرة عمل حاجة جميلة جدا لأنه أنا قلت مبارح في الحلقة هو اللي كتبه منعم أنا قلت لحضراتكم منعم تعرض لكدمة قوية جدا في الفقد أسفل يعني الحتة اللي هي اللي عنده أسفل البطن وأسفل عدلات البطن وشعر إن في حاجة فالراجل بيبص فما كانش بيحتفل وبعدين هيحتفل كده مع مين أو هيغز مين الملعب كله سبعين ألف من المشجعي الأهلي بصوا مبارح عبد المنعم كتب إيه ستوري على الإستجرام أولا الحمد لله على مكسب مبارح ويا رب تكمل على خير ونسعد أعظم جمهور في الكون ثانيا الصورة اللي علق عليها أصحاب النواية السيئة بعد المطش وفسروها بشكل غلط أنا تعرضت لكدمة قوية أسفل عدلات البطن وشعرته إنه حصل جلط للجلد اللي هو يعني التجمع الدم أو السحجات أو الكدمات القوية وفيه دم بينزف وفعلاً ده حصل وعمل على فكرة مبارح سونار وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بألام تصرفت ولم أتوجه بتصرفي ده ناحية أي حد في الاستاد يعني أنا تصرفت بشكل وبشر مع نفسي بتطمن على نفسي ما قدتش بعمل ده قدام أي حد في الاستاد أو بشاور لحد في الاستاد وعلى فكرة الدكتور أحمد جاب الله اللي هو رئيس الجهاز الطب في النادي الآلي شاهد على كل اللي أنا بقوله وعملت أشاعة عليها بعد المباراة وكمان الكابتن خالد بيبو مدير القورة على علم من الإشاعة اللي عملتها ياريت الناس تطقي ربنا أنا راجل متربي وما ينفعش أعمل غلط بالشكل ده وده اللي أنا برضه قلته مبارح ليه؟ قلت يا جماعة مبارح محمد عبد المنعم هل في لقطة فيتش هو بيحتفل بالشكل ده؟ لا القصة إيه؟ صورة طلقت طبعاً انت ممكن تحكم على تصرف حد بصورة؟ لأ طبعاً لأن الصورة بتتخذ في لحظة في جزء من الثانية لكن احتفال منعم راح للجمهور احتفل مع الجمهور رجع وهو راجع حس إن فيه ألم بيتطمل على نفسه ممكن أنت تشوفها بالشكل ده في مكان عام مش مناسبة ماشي بس هو ما عملش زي ما أنت شرحت يعني هو ما عملش الوصف اللي حضراتكم خدته فيه أو بتشرحوا عليه الربط اللي أنتو عملتوه ده ما كانش صح ولو كنتو استنيته وسألته كان هيتقالوكو نفس الرد لأن احنا بعد المباراة برضو استنينا وسألنا وجلنا نفس الرد اللي قالوا منعم فكان ليه لازم إيه لازمته اللي تقال ده بس عشان الأهلي كسب مازمبي عشان الأهلي كسب مازمبي بالتلاتة وسيل فاينال دور الأبطال عمل رقم قياسي اللي بيزعى الناس كتيرة أول ما تقوله خمسة نهايات على التوالي يقولك يا عم الأرقام دي بيزعلوا ما عرفش ليه بيزعلوا يا سيدي خليك مع فريق وخليك في نفسك يعني انت إيه اللي بيزعى لك إيه اللي بيضايقك ما لما وصل فينال وانت توصل فينال وانهائي ممكن يكون سوبر إفريقي بنكهة مصرية ده حاجة كويسة جدا انت إيه اللي يزعى لك وبعدين 11 بطولة دوري أبطال بطولة هتزيد الحمد لله هتبقى كويسة 12 أنا خسرتها لقدر الله وانت كسبت بطولة تاني هتقرب مني انت محتاج لسه مش عال من 10-20 سنة عشان تقرب من الأرقام عندي لازمتها إيه 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 فايدتها نفس الأمر على عمر السلية كلام برضو تقال كتير غلط فيه لايحة في النادي تصرف ممكن ما يكونش لايق عتتطبق اللايحة والأهل ممكن يعلنها على فكرة وسبق قبل كده الأهل أعلن حاجات كتيرة زي دي في حالات زي دي كمان ولكن أنا قلت لك مبارح السلية ممكن من تصرفه زعلان من نفسه مصر انت دخلت في نيته ما انت برضو بتتعامل مع لعيب بيلعب كورة مش بيلعب بلاي ستيشن دول مش مش آلات يا جماعة دول بن قدمين بيبقى عنده إحساس عايز يلعب كويس عايز ينزل حسين الشحات زعلان عايز يلعب لكن في النهاية في جو عام الناس كلها مبارح بعد المطش ما خلص أو أول مبارح كله فرحان وكله خلاص صعيب بتقاول لنهاي لأن المصلحة الجماعية هي الأساس الفريق في النهاية مش النجم الفريق في النادي الآله والفريق كل كل واحد نفسه يلعب كل واحد نفسه يؤدي أحسن أداء لكن الإعلام إيه اللي دوره ليقدمه المحلل الرياضي اللي بيفهم كورة بجد إيه اللي دوره ليقدمه يتكلم في التاكتك كورة عمل إيه غير إزاي لكن من بعد المطش لغاية النهاردة بنتكلم في حاجات ملاش علاقة بالكورة هارية معتاد زي كل مرة مجرد ما الأهل يكسب وتيجي تشوف على الجانب الآخر فيه مشاكل كتيرة وفيه قرارات تتأخر كتير وفيه عقوبات لسه في الدرجة ما طلعتش ولا حد بيفتح بقه وكل ما تزوده في الكلام كل ما الأهل ربنا بيكرمه كل ما الأهل ربنا بيكرمه طيب ده جانب تاني الجانب التالت عايزة أطمينكم على اللعبة وسام أبو علي خرج من المباراة وكان عنده يعني كادمة قوية في الكتف والحمد لله ممكن الجهاز الطبي ودكتور أحمد جاب الله يمكن اطمين على وسام وانا بطمينكم الحمد لله ما فيش أي إصابة في الكتف وسام جاهز لمباراة الإسماعيلي حتى الدم والنزيف اللي كان على رجبة وسام هو حتى بيحرز الهدف التاني برضو بقولو أخذ حاجات بسيطة الجهاز الطبي طميني على وسام أبو علي ما عندهش أي مشاكل إصابة الكتف دي حاجة بسيطة جدا ما فيهش أي مشاكل إمباراة كان فيه استشفى والدنيا كويسة محمد عبد المنم عمل صنار إمباراة على فكرة محمد عبد المنم عمل صنار إمباراة وفيه كده كدمات فيه أصفل عدلات البطن عند حتة الفخد نفسها وكان فيه تجمع دموي ولكن إن شاء الله برضو يمكن يكون جاهز لمباراة الإسماعيلي الدفع باللعب في المباراة دي بترجع بقى للجهاز الفني ولكن زي ما بقول لحضراتكم ده موقف وسام وده موقف محمد عبد المنم ياسر إبراهيم بقاله بالضبط إسبوع بيتمرن تدريبات جماعية كولر حب يضم ياسر في ماتش الإسماعيلي ياسر جاهز لأنه بالضبط بقاله سبع تيام بيتمرن تدريبات جماعية الناس فاكرة يومين ثلاثة بعد الفرق ما رجعت والفريق موجود فيه القنغو بيلعب مباراة مازمبي ياسر كان بيتمرن جماعي مع الفريق أو مع اللاعبين المستبعدين فياسر جاهز نفس الأمر على كل اللعيبة حسين مروان إمام لعب الشوت التاني فكله جاهز إن شاء الله لخد مباراة الإسماعيلي محمد الشنوي كمان جاهز يلعب مباراة الإسماعيلي ما عندهش أي مشاكل أنا سألت برضه على موضوع دفع محمد الشنوي اتقل جملة واحدة بس طالما اللعيب بيلعب تدريبات جماعية وبيشارك في التدريبات الجماعية وبقاله ما يقرب من حوالي ست سبعة وحدات تدريبية بيشارك في التدريبات الجماعية يبقى جاهز للمباراة مين اللي ما يشاركش ده القرار بتاع مرسي الكولر كله بيشارك في التدريبات الجماعية وبقرى الاثنين والثلاث تدريبتين قبل الصفر إلى الأسكندرية وهنشوف وقتها كولر هيختار مين انبارح كانت فيه مباراة ما بين لقطاع لعيبة مساعدة من قطاع ناشئين مواريد 2003 و2005 فريق كده مطاعم بمواريد 2003 و2005 كان بيلعب اللعيبة المستبعدة من الفريق الأول ما تلعبش مباراة في الفترة الأخيرة أو اللي ما لعبتش مباراة مازينبي المباراة قوى جدا لكم أنت تخيلوا المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 4-4 ما بين لعيبة الفريق الأول اللي ما شاركوش مباراة مازينبي أو اللي نزله في الجزء الأخير زي مثلا محمود متولي أو قهربة وفي عندك بقى حسين الشحات ومراوان عطية وحتى أمام عشور خد جزء منها واللعيبة المساعدة من قطاع الناشئين أنت حتى لو تسأل الجهاز الفني يقلق بالمباراة اللي زي دي ممكن يكون فيها احتكاكات وإصابات وده حصل قبل كده مع كذا لعب أخيرهم مثلا كان أليو ديانج كان بيشتكي من حاجة وفي المباراة دي يعني حصل كادمة قوية وبيضطروا حتى أن يعمل عملية عشان يخلص من موضوع الغدروف اللي موجود في الرجبة مباراة كانت صعبة انتهت أربعة أربعة كل واحد بيحاول يظهر بشكل كويس قدام السويسري مارسيل كولر فبطن منكم أن الفريق الحمد لله الأمور كلها إيجابية اللعيبة كلها جاهزة ماتشل الإسماعيلي كولر بقى يختارق قايمة اللي هو شايفها هيتعامل إزاي مع ضغط المباراة اللي جاي أنا عايز أقول لكم الأهلي مقبل على أربع مباراة في الدوري قبل مباراة الترجي في 18 مايو في 18 مايو طبعا لو بصيت على ترتيب مباراة الدوري فيه فرقة تانية بتتدلع الناس تقول لك الأهلي ما لعبش ماتشاط كتيرة والله العظيم يعني عنا يزال لكم الكلام اللي بتقال ده كله كلام بعيد عن الواقع والحقيقة الأهلي لو عنده مباراة في دوري الأبطال سبت وسبت هيلع في النص مباراة في الدوري فرئي الزمالك لعب حد وحد كونفيدرالية ما تحطولوش مباراة في النص في الدوري والكلام ده حصل في دوري الثمانية مع فيوتشر برضه كان المفوض مباراة بين الفيتشر والزمالك حد وحد ومفوض يلعب مباراة في النص في الدوري ما لعبش بحجة أن فيوتشر تأجلت له مباراة مع الأهلي طب هو الأهلي لعب جمعة وسبت فطبيعي مباراة مع فيوتشر تتأجل لا زيه زي الأهلي طب انت بتدخل ده في دليل مش عندك لايحة ما تطبع لايحة كبيرة قبل الصغير طب دلوقتي أنا رايحة لعب نهاية دوري أبطال إفريقيا مع الترجي حتطل كل 72 ساعة مباراة أو واحد أربعة مايو واحد مايو أربعة مايو تمانية مايو حداشر والأتنشر مايو وأنا رايحة عند مطشيهم تمنتاشر مايو أربع مباراة ضغطي كبير جدا قبل ملعب مع الترجي التونسي قلتلكم النهاردة الفريق راحة بقرى تدريب يوم الثلاثة السفر بإذن الله إلى تونس أو سوري لسه بنتكلم في الترجي السفر إلى الإسخندرية عشان مباراة مع الإسماعيلي على ستاد برج العرب يوم الغربة الساعة سبعة مساء بإذن الله طيب النهاردة كمان عندي حاجتين كده أقولهم سريعا قبل ما أروح لترند الأهلي أول حاجة النهاردة محمد الشيبي المفروض النهاردة عنده معاد في تحيي مع لجنة الاندباط أنا عايز أقول لكم ده الاستدعاء الرابع يعني حصل استدعاء لمحمد الشيبي ثلاث مرات قبل كده في كل مرة كان بيعتزل نتيجة أن نفس يوم امتثاله للتحيي عنده مرامعة بيرامدس النهاردة ما فيش مباراة فامتثل للتحيي الكلام اللي وصل لي أن التحييي مش في مقر اتحاد الكور معرفش فيه يعني معرفش لجنة الاندباط وجهت له الدعوة هتبقى فيه بالزبط لكن هنشوف التحييي هيصفر عن إيه هل فيه قرار بعد نهاية الجلسة هلأ بقى فيه جلسة تانية أنا أتمنى لجنة الاندباط تبص فيه صلب القضية ما تفتحش القضية في إطار تاني انت جايلك شكوى في إطار معين تناقش هذا الإطار إنه فيه مخالفة للايحة النظام الأساسي البعض اللي بيحاول يخدنا لإطار إنه نفتح القضية من أقوله جديد ده هنا خطأ قانوني يعني طالما الطرف المتضرر أصلا ما شتكاش للجنة الاندباط وسلك طريق تاني مخالف للواياح الفيفا يجب أن يعاقب على هذا الموقف فهنا ننتظر نشوف التحييق والموقف اللي يحصل في هذا الملف قبل ما أروح لتريند الأهلي عايز أطمنكم على موقف علي معلول ناس كتيرة الآن ناس كتيرة شايف علي معلول من اللعيبة اللي أدت بشكل كويس الفترة الأخيرة ولعب ليه تاريخ طويل جدا مع النادي الأهلي من 2016 حتى 2024 8 سنين من العطاء والجهد والانتماء والحب ما بين علي معلول مع النادي الأهلي وجماهيره وما بين الأهلي وجماهيره وما علي معلول علي معلول في 8 سنين عمل اللي ما عملوش لعيبة أجانب كتير انضمت للنادي الأهلي لعيبة أحرزت بطولات وعملت إنجازات لكن علي تقدر تقول حالة خاصة الناس بتتكلم كتير على ملف تكديد علي معلول والله العظيم يا جماعة صدقوني 100% من اللي بيتقال في الميديا على موضوع علي معلول غلط مش بقول لكم بقى 99% من عشر 100% غلط حصلت جلسات وحصلت اتفاقات وعلي فيه أولوية كبيرة جداً في النادي الأهلي إن علي يكون متواجد الفترة الجاية للصالح الأهلي ولصالح علي وأعتقد يعني لو علي معلول عنده مشاكل وحس إنه هو ماشي اتفرج على مبارات مازمبي الرجل عامل ضربة ركنية المنعمل هدف التخصصي معلوله ومنعم هدف بقى مركة مسجلة اتفرج على الكورة اللمسة الجمالية اللي عملها لوسام أبو علي فيه لعيبة يقعون عنده مشاكل وشهرين ثلاثة وماشي عيبقى مرتاح في الملعب كده برضو انتوا اقروا الصورة من بعيد اقروا المشهد من بعيد علي لعيب النادي الأهلي بيقدروا كويس جداً النادي الأهلي حابب إنه يكون خبرة كبيرة زي علي معلول يكون في النادي الأهلي وأكيد اللي في صالح النادي الأهلي هايحصل واللي في صالح عليها يحصل وأنا بطمنكم مفيش مشاكل مفيش أي مشاكل وفي التوقيت المناسب النادي الأهلي هيعلن كل التفاصيل وارد تكون فيه لعيبة جددة على فكرة بدون أسماء لأن الأهلي لسه معلنش هي حاجة رسمة بس أنا بحاول أطمن الجمهور وارد إنه تكون فيه لعيبة جددة بس الأهلي مش هيعلن إلا في التوقيت المناسب في التوقيت للنادي الأهلي شايفه لمصلحته ولمصلحت اللاعب ودي بقى أمثالة زيما انت عايز تتكلم بقى على السلية على هاني على معلول على عبدالقادر بما فيهم كمان برسيتاو والأيام هتثبت لحضراتكم نخرج إلى فصل ثم بعد الفصل نبدأ نشوف آخر أخبار التريند أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار التريند والبداية هتكون مع تريند الأهلي عندي كلام كتير والنهاردة السوشيال ميديا اتكلمت في موضوعات مهمة أعتقد في جانب منه اتكلمنا فيه النهاردة على موضوع الإصابات ولكن البداية النهاردة هتكون مع محمد الشناوي وكورا بلس بتقول إن الشناوي أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات والتواجد في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ده خبر النهاردة كورا بلس بتستعرضه من خلال حسابها الرسمي على الفيسبوك وأنا عايز أأكد لحضراتكم الشناوي بالزبط بقاله 6 ايام بيتمرن تدريبات جماعية مع الفريق الأول وجهة نظر كولر هي اللي هتحدد توقيت مشاركة الشناوي ولكن تسألوني أنا ما عندش مشكلة ولا جمهور النادي الآلي الآن في مصر والحلس الأساسي محمد الشناوي جاهز ومصطفى شبير الحارس الصاعد متواجد وأثبت جدرته وتقلقه في المباريات الإفريقية سمع مباريات كلين شيد فأنا أقاعد حاطت في بطن بطيخة صيفية ننحو الراس مرمى الحمد لله والفضل لله يحرصه مرمى منتخب مصر لسنين جاية ما عندناش أي مشكلة فمشكلة لذيذة زي ما بقولوا عليك كده في الكورة أو في الموضوعات الفنية يقول لك أنا عند مشكلة لذيذة ثلاثة في مركز واحد فتم الجازية والثلاثة الععلى مستوى فالحمد لله إن شاء الله الشيناوي هيكون جاهز وأهم حاجة إن القايمة تكون كاملة على مباراة التراجي التونسي إن شاء الله ما فيش أي إصابات في المباراة الأربعة اللي جاية في الدور العام طيب كورة بلص بيتكلم على الأهل يوقع عقوبة مالية لعمر السلية وحسين الشحات بعد اعتراضهما خلال مواجهة مازنبي الكنغولي وتحذيرهما من تقرار الأمر ده مصدر في النادي الأهل وأنا قلت لحضراتكم النادي أهل لو شايف إن الموضوع يستحق إن الأهل يعلن أساساً إن في عقوبة الأهل هيعلن الأهل ما عندوش أي مشكلة سبق قبل كده عملها مع حسين الشحات ومع كذا لعيب ومع كهرباء فلكن في النهاية الأمر ما ياخدش مساحة أكبر من المساحة المحدودة اللي احنا عايزين نتكلم فيها لعيب زعلام وأنا شرحت النهاردة القصة دي وشرحتها مبارح زعلام عمل حاجة على دكة البودلاء فيه ليح والموضوع بيتوقف عنده هذا والموضوع انتهى لأن على فكرة اتفرج على كل المباراة الدوري فيها نفس الكلام اتفرج على مباراة الزمالك فيها كل يوم نفس الكلام سواء في التدريب أو في المباراة كل الفرع فيها نفس الكلام ولكن في النهاية انت بتطبق نظام الكل بيلتزم به بتتقرر كتير لا كل فين وفين لما بتحصد وعلى حسب الحالة بتاعت اللاعب ممكن يكون زعلان من نفسه مش زعلان مثلا من التغيير انا زي ما قلتلكوا تعاملوا مع اللعيب على انهم بشر يا جماعة هم مش قلات احنا بنلعبش بلاستيشن دي لعيبة برضو عندها مشاعر وحاسيس وبتبقى نفسها تقدم افضل ما لديها قدام جمهور مالي الساد القاهرة 70 الف متفرج لما تلعب مباراة او شوت وانت مش موفق قدام العدد الكبير ده اكيد من جواك بتبقى مدقية عايز تظهر بافضل صورة عشان تكسب وفرقتك تكسب حساب سبورتل 362 مصرية بيتكلموا على ان فيه 6 اهداف لمحمد عبد المنعم في البطولات الافريقية اربع منهم في الادوار الاقصائية رجل الاوقات الحاسمة في ربع النهائي امام الرجاء هنا في استاد القاهرة وايضا كمان في استاد او في مركب محمد الخامس العام قبل قبل الماضي ايضا في دور الـ 32 مع اتحاد المنستيري في تونس في دور المجموعات امام ساندونز في الدور بعناية مع الرجاء المباراة التي اللي تقو عليها فيه ماتش في استاد القاهرة وفيه ماتش في مركب محمد الخامس وفيه النهائي امام الوداد اللي الاهلي بسبب هذا الهدف فاز بدور الابطال الافريقية وايضا في مباراة السيمي فانيل امام مازنبي محمد عبد المنعم 6 صور لست اهداف احرزهم في البطولات الافريقية كلهم في الادوار الاقصائية مين العنصر المشترك في هذه الاهداف الستة علي معلول علي معلول ملك الحلول عنصر مشترك في كل هذه الاهداف الستة مع منعم مركة مسجلة زمان كده كان برضو عندنا مركة مسجلة جيلبرت وفلافيو النهاردة عندنا معلول ومحمد عبد المنعم الاهلي بمنحضر تختلف الاجيال ولكن في النهاية تاريخ كله بيقول ان الاهلي بمنحضر سواء في الماضي او في الحاضر او حتى في المستقبل سبورت 68 مصرية بتتكلم على ان الاندية اصحاب اطول سلسلة الله هزيمة في تاريخ دول الابطال الاهلي 20 مباراة متتالية من 20-23 مارس 20-23 الى ابريل 20-24 الترجي ايضا حقق نفس هذا الرقم 20 مباراة متتالية من 2018 الى 2020 برأيك هل المارد الاحمر قادر على الانفراد بالرقم الخياسي امام الترجي في نهاية دور الابطال يارب بإذن الله الاهلي يرجع من تونس بمكسب عشان يكسر رقم الترجي التونسي نرغل احساب في الجول وبيقوله النهاردة ان رئيس لجنة ادارة نادي الصفاقسي في تصرحات لجريدة الشروط التانوسية قال فيها ان عودة علي معلول الى الصفاقسي مستبعدة الناس طبعا من كتر ما بتربط فكرة ان معلول هيكمل مع الاهلي ولا مش هيكمل راحوا قالك ايه ما هو في السنوات الاخيرة ممكن يختتم حياته القروية في النادي نادي الصابق اللي هو تربى فيه نادي الصفاقسي التونسي فالناس راح اتسألت الصفاقسي قالك عودة معلول للصفاقسي مستبعدة من اللي اتكلم عبدالعزيز المخلوقي رئيس نجلة ادارة نادي الصفاقسي تصريح رسمي يعني فكرة ان الكلام على فكرة ان معلول راجع تونس امر مستبعد هيلعب مع الصفاقسي امر مستبعد ليه؟ لانه بإذن الله ميكمل مع النادي الاهلي وفي التوقيت المناسب الاهلي هيعلن الموقف الرسم طيب نروح بعد كده لحساب اليوم السابع امام عشور والكلام الكتير على امام عشور كل شوية يقول لك عرض من الخليج طيب النهاردة اليوم السابع يقول لك الاهلي يرفض اغراءات الخليج لضم امام عشور في المريكات وقى الصيف وانا بقول لكم امام عشور مش هيخرج من الاهلي قبل سنتين ثلاثة بدر ايه بدر اهو امام عشور لو جاله عرض اوروبي مش خليجي اوروبي مش قبل سنتين ثلاثة الاهلي لسه جايب امام عشور مش قبل سنتين ثلاثة على ما يبدأ يشوف فكرة ان امام عنده عرض احتراف ولا كل الكلام على عروض الخليجية مقفول ومش هيبص فيه وعلى فكرة اتقال نادي التعاون طلب امام عشور نادي التعاون نفسه نفع مش الاهلي اللي نفع النادي التعاون نفسه نفسه مش عارف ليه فيه ناس كده دايما نفسها تطلع امام عشور دلوقتي من الاهل يعني انا مش عارف يعني الولد لسه جاي بالزبط من حوالي 4-5 شهور ما كملش ده يعني على اعتاب اول نهاي تاريخي بالنسباله يعني امام عشور بالمباريات اللي لعبها في الاندية الاخيرة لأول مرة هيلعب نهاي دورة ابطال مع النادي الاهل او لعب نهاي دورة ابطال مع الزمالك قدام الاهلي مع الزمالك قدام الاهلي وكانت مباراة ما كانتش فيها حضور جماهيري ولكن مباراة بحجم وشعبية الاهلي والترجي وده حتى ما كانش اساسي داخل دلوقتي على مباراة كبيرة جدا الاهلي والترجي فامام عشور مستمر مع النادي الاهلي وبإذن الله ما فيش مشاكل بس الناس تهدى شوية طيب الوطن سبورت بيقوله بعد امام عشور الاهلي يستعيد قوته الضربة في نهاي افريقيا مين القوة الضربة؟ بتتكلم على الرباعي مثلا حسين الشحات ومروان عطية محمد الشناوي ياسر إبراهيم كلهم جهزين لمواجهة الترجي التنسي يوم 18 و25 مايو بعد تعافيهم من الإصابات حسين كان خضع لجراحة في الوج الشناوي كان عنده جراحة في الكتف وياسر ومروان كان في العدل الخلفية عايز لكم الحاجة لياسر إبراهيم على فكرة ياسر إبراهيم كانت إصابته تاخد 8 أسابيع عشان يقدر يرجع للتدريبات والمباريات وقت إصابة ياسر كان وقتها الإشاع قالت أن المز حوالي 9 ملي فكان محتاج شهرين من ضمن الشهرين ياسر فيه إسبوع ما اتمرنش تدريبات التأهلية لأنه كان عنده التهاف في الحلق وبالتالي خاد مضادات حيوية فاتأخر في البرنامج التأهلي فاتأخر حوالي إسبوع لكن دلوقتي ياسر بيتمرن تدريبات جمعية بقاله إسبوع جاهز للمشاركة عشان بس الناس اللي قالت ياسر طول في الإصابة دي تفاصيل إصابة ياسر وفيه استراتيجية للجهاز الطبي ما بيحب الشيعلين كتير مدة الاستبعاد قد إيه أو مدة العودة تبقى إمتى لأنه هو دايما في اجتماعات ما بين الجهاز الفني والجهاز الطبي بيحددوا إطار العمل السياسة اختلفت شوية عن الفترات السابقة ولكن ده شغل الجهاز الطبي مع الجهاز الفني وأعتقد يعني كولر اتكلم عليها باستفادة في مباراة مازنبي بعد العودة من لقاء الزهاب وأشاد فيها بدكتور أحمد جبل طب نروح للترند العالمي وعنده النهاردة حاجة مهمة من حساب ديلي ميل على منصة إكس طبعا الموضوع صلاح ويرجن كولوب خد زخم إعلامي كبير جدا بعد المشهد اللي شفناه بارح في ديئة 82 بيقولوا إن غضب محمد صلاح تجاه يورجن كولوب سيدق أجراص الإنذار لدى مالك ليفربول والمدرب الجديد أرني ثلوت يجب على نجم الريدز الاعتذار لتجنب الاستنتاج بأن النهاية قريبة وسط الاهتمام السعودي هنشوف اللي هيحصل في الأيام اللي جاية طيب آخر حاجة ووقتنا بيجروا معاكم بسرعة طرحنا سؤال رأيكم في مشوار الأهل طوال البطولة وإيه هي أفضل مباراة مختار بيقول مستوى جيد جدا بأداء متوازن أفضل مباراة إلى الآن أداء مباراة مازنبي هناك اللي انتهت 00 والشغط الثاني في مباراة العودة بالقاهرة اللي انتهت 30 عمر منصور مساء الخير عليك بيقول الأهل بفضل الله متمرس في إفريقيا وكولر أصبح أكثر خبرة في إفريقيا مشوار قوي جدا ومتغير جدا ولو حسابات خاصة أفضل مباراة هي مباراة العودة أمام مازنبي الكنغولي فن التعامل مع الضغوط النفسية والتحكمية وإضاءة الوقت واستغلال عامل الأرض والجمهور سامح بيقول النسخة الحالية من أفضل مواسم الأهل الإفريقية من حيث الأرقام والنتائج وإن شاء الله البطولة أهلوية وتستمر سلسلة الله هزيمة والشباكة النظيفة لمصطفى شبير فهي بطولة تحتيم الأهل لأرقامه القياسية أهلوي أنا والفخر ليه شعيب السلام عليكم تحياتي لحضرتك شكرا لك يا سيد شعيب ألف مبروك لفوزي الأهل وصعود للمرة الخمسة على التوالي وصناعة مجد وتاريخ عظيم لندينة العظيم طبعا مشوار مشرف من جيل شايفه من أحسن الأجيال ومباراة مزيم بالأخيرة تجسدت فيها كل عناصر النجاح يارب تكمل على خير بالبطولة الاثناشر آخر تعليق معايا غريب بيقول مساء الخيرات والسعادة وكل قناة ندينة العظيم بخير شكرا لك مشوار رائع من هذا الجيل العظيم أفضل مباراة مزيم بفلكونه وإن شاء الله تكمل بالاثناشر لندينة العظيم الناس كلها متفاعلة وكل بيتكلم على مباراة مزيم بي كانت أفضل مباراة للأهل في دور الأبطال السنادة على فكرة في حاجة مختلفة شوية في دور الأبطال إفريقيا كان دايما التأهل من دور المجموعات في مشاكل ونطلع تاني ونستنى الجولة الأخيرة السنادة بالفعل مسابقة مختلفة من حيث النتائج ومن حيث الأرقام والوصول إلى النهاء التاريخي للمرة الخمسة تكمل على خير يا رب مباراة الترجل تونسي 18 و25 مايو في ختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد عبر برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء